السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الاتذائي مدارس الرقية الاهلية اهلا وسهلا ومرحبا بكم درس جديد من دروس مادة العلوم درس اليوم مراجعة الفصل الحادي عشر صفحة مية اربعة وثلاثين في البداية هناخد ملخص الصور الدرس الاول عندما يتحرك الجسم يتغير موقعه الدرس الثاني القوة تحرك الاجسام او تغير حركتها بعد كده نروح للأسئلة العليسار المفردات اكمل كل من الجمل التالية بالكلمة المناسبة سبع مفردات نقرأهم مع بعض المغناطيس حركة الجاذبية سرعته وزنه الاحتكاك قوة نقرأ كل عبارة ثم نختار الكلمة المناسب واحد الجسم الذي يغير موضعه يكون في حالة احسنت في حالة حركة انا هرقم امام كل مصطلح وانت هتكتب بس المصطلح في الفراء حركة الجسم الذي يغير موضعه يكون في حالة حركة هذه نكتبها في الفراغ الاول هنا واحد اثنين استخدم فراغ لجذب الاشياء المصنوعة من الحديد استخدم المغناطيس لان المغناطيس يسحب او يجذب الاشياء المصنوعة من الحديد نكتب كلمة المغناطيس في الفراغ الثاني ثلاثة سحب او دفع الاجسام يحتاج الى قوة يبقى ثلاثة نكتبها في الفراغ قوة اربع القوة التي يستخدمها العداء ليتوقف العداء يعني المتصابق يستخدم قوة تسمى قوة ليتوقف يستخدم قوة الاحتكاك يبقى الاحتكاك رجم اربع نكتبها في الفراغ الرابع خمسة بمعرفة المسافة التي يقطعها جسم والزمن اللازم لذلك يمكن تحديد يبقى نعند المسافة والزمن اقدر احدد بها سرعته يبقى سرعته السرعة تحسب من المسافة والزمن يبقى سرعته رقم خمسة سرعته رقم خمسة الاكتبار في الفراغ الخامس ستة القوة التي تحافظ على وجود الهواء حول الارض هي قوة طبعا الهواء موجود حول الكلة الارضية عن طريق قوة الجاذبية يبقى الجاذبية رقم ستة اكتبها في الفراغ السادس باقي بس عبارة ومفردة واحدة سبعة مقدار قوة سحب الجاذبية الارضية للجسم تمثل وزنه لان قوة سحب الجاذبية الارضية للجسم هذه مفهوم الوزن يبقى سبعة نكتب فيها وزنه يبقى السبع عبارات هنختار ليهم السبع كلمات ونكتبهم كل كلمة في الفراغ المناسب في الصفحة اللي بعدها صفحة 135 رقم 13 القوة التي توقف السيارة المتحركة عند استعمال المكابح اللي هي الفرامل هي قوة طبعا اطار السيارة عشان يتوقف فاستخدم الفرامل يحدث احتكاك ما بين اطار السيارة والارض جبق قوة ايش هي احتكاك السؤال 14 ما الذي يجعل الاشياء تتحرك اللي هي ايش القوة تحرك الاشياء وبكده نكون انتهينا من الاسئلة المطلوبة واجب اليوم نموذي الاختبار هتحل الاسئلة الاختياري في صفحة 136 وكمان باج الاسئلة الاختياري في صفحة 137 يبقى 137 الاسئلة الاختياري ومية ستة وثلاثين ده واجب اليوم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا والسلام عليكم